في هذه اللقطات تستعد وحدة الدفاع الجوي المتنقلة للتصدي لهدف معادي وبمجرد تحديد الهدف سيكون لديهم بضع ثوان فقط لتدمير الطائرة الهجومية للعدو ومهمتهم تكمن في عدم السماح للطائرات الانتحارية بالتوغل داخل المنطقة ويطلق على هؤلاء الجنود بصيدي طائرة شاهد بسبب سرعتهم ودقتهم وقدرتهم في المناورة عندما ننطلق في مهمة يتم تجهيز السلاح بالفعل ويبقى فقط عملية التصويب على الهدف وهذه عملية تحتاج للسرعة لأننا نعمل في المناطق القريبة من خط المواجهة انضم الجندي من الحرس الوطني في الكتيبة الخامسة والذي يحمل لقب بور إلى مجموعات النيران المتنقلة في منطقة خاركيف في ربيع هذا العام وقبل ذلك شارك في الدفاع عن مدينة جازف يار وفي الهجوم المضاد في كليشيفكا وقد تلقى تدريبه في المملكة المتحدة هؤلاء هم جنود المشاه يحملون حقائبهم والمعدات الكاملة حسنا كل شيء سيكون على ما يرام نحن أقوياء ولمدة شهر ونصف في الخارج تعلم جندي حرس الوطني كيفية القيادة ويقول أن التركيز كان بشكل أساسي على الصفات القيادية وتم إجراء العديد من المهام التدريبية في الميادين المختلفة وكل يوم تم تكليفهم بمهام جديدة تفتح لك هذه الدورة التدريبية المجال أمامك لتصبح قائدا ولا أحد يملي عليك التعليمات ولا أحد يطلب منك ماذا تفعل لديك هدف بأي وسيلة يجب عليك أولا الاستيلاء عليه وهزيمته وثانيا الحفاظ على أفرادك والآن بعد أن حصل بور بالفعل على رتبة رقيب ولديه أفراد تحت إمرته أصبحت جميع المهارات التي اكتسبها في المملكة المتحدة في متناول اليد وتعمل مجموعات النار المتنقلة التابعة للحرس الوطني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتمثل مهمتها الرئيسية في حماية سماء خاركف ومنع الطائرات بدون طيار التابعة للعدو من الوصول إلى أهدافها حتى عندما يكون الطاقم الذي حقق النجاح ليس فريقنا بل طاقم آخر من كتيبتنا المجاورة الذي يتواجد في نفس الموقع إذ أسقط الطائرة الانتحارية التي لم نستطع نحن الوصول إليها فإنني لا أستطيع أن أصف لكم شعوري إنه شعور بالفرح والأدرينالين وفي بعض الأحيان تخرج دمعة من عيني بسبب الفخر لأننا تمكننا من منع هذه الطائرة من تدمير منزل أو منشأة أو إصابة معداتنا والأهم من ذلك لم يقتل أحد من الجنود أو المدنيين ولتنفيذ المهام القتالية تمتلك مجموعات النار المتنقلة كل ما تحتاجه المعدات والذخيرة والمركبات في أوقات فراغهم يمارس الطاقم بأكمله سيناريوهات مختلفة للهجمات من السماء وقد تم توثيق عدد المسيّرات التي تم إسقاطها بنجاح ولكن النتائج كما يقول الحرس الوطني سيتم تلخيصها بعد انتصار أوكرانيا إعداد ناتاليا بيلي كودريا وأندري دوموفي من منطقة خاركيف لقناة UATV عربية